السلام عليكم ولولا كلمة سبقت من ربك هذه العبارة جاءت في القرآن الكريم في خمسة مواضع فأين جاءت وفي أي السعاق جاءت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه القرآن العظيم كلام الله المعجز فيه بيان كل شيء وقد بيّن الله لنا فيه منهجا كاملا وحدد فيه لنا سننا كثيرة من سنن الله في الكون ومن سنن الله في الناس وفي عباده وكان فيه لله أحكام وأقدار وقد أورد الله جل جلاله في القرآن عبارة ولولا كلمة سبقت من ربك في خمسة مواضع سنستعرض هذه المواضع ونحدد السياق الذي جاءت فيه الموضوع الأول جاء في سورة يونس يقول الله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون الحديث في الآية عن سنة الاختلاف بين الناس وهي من سنن الله فينا وجاءت عبارة ولولا كلمة سبقت من ربك في هذا السياق سنة الاختلاف وأن الله يؤجل القضاء بيننا إلى يوم القيامة الموضع الثاني جاء في سورة هود يقول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب أيضا الحديث في الآيات عن الاختلاف فيما جاء فيه موسى وأن الله يؤجل القضاء بينهم إلى يوم القيامة رغم أنهم في شك منه مريب أيضا هنا عن سنة الاختلاف ولكن الاختلاف فيما جاء فيه موسى عليه السلام الموضع الثالث جاء في سورة طاه يقول الله جل جلاله أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى الحديث في الآيات عن القرون الأولى التي أهلكها الله وأنها عبرة لنا وأن في هلاكها آيات لأولنها وأن الله يؤخر العذاب والهلاك عنا ويمنحنا المهلة والأجل لنتوب ونرجع ونعتبر وكل ذلك في سياق ولولا كلمة سبقت من ربك الموضع الرابع جاء في سورة فصلة يقول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب أيضا الحديث هنا عما جاء به موسى عليه السلام والاختلاف فيه وهذه الآية هي نفس الآية في سورة هود التي ذكرناها وفي نفس السياق الموضع الخامس والأخير جاء في سورة الشورى يقول الله تعالى وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب أيضا هنا الحديث عن التفرق والاختلاف فيما جاءنا من العلم ومن البينات وأن الله يعطي الأجل والمهلة قبل الحساب والعذاب والقضاء هذه المواضع الخمسة التي جاءت فيها هذه العبارة ولولا كلمة سبقت من ربك في سور يونس وهود وطاها وفصلت والشورى والسياق الذي يجمع هذه الآيات الاختلاف إما بين الناس أو الاختلاف على ما جاء به الأنبياء نسأل الله أن يهدينا لما فيه الحق وأن يجمع كلمتنا وأن لا يجعلنا من المختلفين المتفرقين وأن تجمعنا كلمة التوحيد والعقيدة الصحيحة نسأل الله الهداية والإخلاص والتقوى والاستقامة دائما وأبدا دمتم برعاية الله وحفظه اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقلم ترجمة نانسي قنقر